نيجي على اللاعبين كل الفرق اللي وصلت لأدوار متقدمة سواء دور 16 دور 8 سمي فاينال فاينال لعبتهم بيلعبوا في الدوريات الأوروبية الكبرى الدوري المحلي ما بيفرس لعيبة تلعب في المستويات دي هتقول لي يا عم احنا كسدنا 2006 و2008 و2010 ركاس أفريقيا بلعبين محليين هقول لك يا سدنا ده جيل استثنائي اللي حصل قبل 2006 ولا حصل بعد 2010 4 سنين كان فيهم جيل استثناء الاستثناء ما نفعش يبقى قاض ففكرة ان احنا لسه عاملين نتناقش ان اللاعبة لازم تطلع أوروبا ان اللاعبة لازم تتآهل انها تطلع أوروبا ده قصة همتأخرين فيه قوي انا مش مفوضة ناقش ده دلوقتي انا مفوضة دلوقتي اسأل احنا عندنا كم لعب في أوروبا يا جماعة 30 40 100 200 مش مبالغ المغرب وجزائق بكلمك على دول العربية كمان اللي عندها محترفين مش بكلمك طبعا على السنغال والكاميرون وغانا عشان دول عنده ونجاريا عندهم بالألافات في أوروبا فانت مفوضة تتكلم على العدد قد ايه مش احنا عندنا ولا ما عندناش متأخرين فيها فياريت نعمل أفكار ونشتغل نبقى عندنا محترفين كتير في أوروبا ابرز نجوم المنديال بعيدا على اليونيل ميسي ابرز نجوم المنديال 23 سنة وانت نازل 23 سنة وانت نازل اللي هفتكره هقوله ببيه وناحي النهاردة انزو فرناندز اللي بفتكره معظمهم تحت 23 سنة جابي طبعا وبدري في اسبانيا صغيرين برينجهام مع انجلترا جاجبو بتاع هولندا أو جاجبو بتاع هولندا فانت بتتكلم كلهم تحت 23 سنة وفيهم اللي قالي من 20 سنة كمان ففكرة ان حضرتك تقولي ده ما ينفعش يبقى لعب دولي اللي لما ياخد خبرات عديدة فلازم يبقى عنده 25-26 سنة يبقى انت بتهزر يبقى انت بتهزر لعب منتخب مصر شو معنى بتشوف ده في كل المنتخبات اللي في العالم بالمناسبة يعني المغرب المغرب اشراكة مبارح اصغل لعب في تاريخ المغرب في المنديال عنده 18 سنة 18 سنة وبعدين احنا عملنا كده انا فاكر ايام كابتل محمود الجول وديكت اخر مرة اتذكر فيها لعب صغير دخل منتخب مصر تحت 20 سنة حصل مع احمد فتح وحصل مع ميدو استثناء برضو استثناء مش قاعدة بس ايام مفوت تبقى قاعدة منتخب مصر لازم معدل العمار يبقى أقل من كده بكتير وهفكرك هو مين نجوم منتخب مصر او مين الاسماء او الركائز الاساسية في منتخب مصر هجب برملك من حلوص المغرب محمد الشناوي كسر التلاتين احمد حيازي كسر التلاتين طارق حامد كسر التلاتين محمد النني كسر التلاتين محمد صلاح كسر التلاتين حتى تريزجيه يقترب من التلاتين فين بقى فين شباب طلعوا على جماعة شباب فعشان نعمل ده ايه عشان برضو ما نفضلش نقعد نجلد الزيت عشان نعمل ده ايه اهتمام شوية بقطاعات النشئين اهتمام حقيقي يعني اهتمام حقيقي يعني نجيهم مدربين مؤهلين يدربوا الشباب دول مش واحد لسه معتزل فبنقربهم فبنندلوا كطاعات النشئين ده معا كنز انتو بتهدروه لا مدرب كبير ولا خبراته واخد رخصه يبدأ يشتغل على كطاعات النشئين طبعا 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 للاخر يعني الوسطة بتاعت كطاعات النشئين دي لازم تتقفل ولازم يبقى عليها ركابة قوية جدا لازم دي حاجة مفضوحة يعني مش حاجة انا بقول لكم سر دلوقتي لاول مرة تسمعوه وسطة كتير موادع يا جماعة في الاخر احنا بنتدفع ثمنه كرون مصرية بتدفع ثمنه عشان سيني يا جامل صد فنزعل احنا بقى الشعب المصري كله يزعل على منتخب بلده لا مش عشان سيني وصد ومبسوطين ملايين من الشعب المصري وزعلانين فلازم نهتم بكطاعات النشئين مسابقات كطاعات النشئين دي نقطة نقطة كمان اتحاد الكورة ما فيش مانع انه اللي يبقوا في اتحاد فيهم ناس ما بيلعبوش كورة دي ادارة فتمام مفهوم يعني بس لازم اتحاد الكورة يكون عنده علم وثقافة واطلاع ورؤية اللي بيحصل في العالم لازم يشوفه اللي بيحصل بر يعني برضه انا هتكلم بصراحة يا الله ورزي على الله يعني انا بيجي اتحاد كورة ويبقى عارف انه ما عندوش قدرات في الكورة كتير يعني فيقولك ايه احنا هنستعين بخبرات سين بخبرات صد بسيطة بخبرات سين او صد دي تخلصت خلاص فيه تطور حصل فممكن تجيب اسماء تانية مش هفضل يعني من كم يوم كده كانوا قالوا اسمها هيجي مدير فني لتحابي الكورة مش عايز يعني يعني عشان هما لاشخاص نفسها ناس محترمة جدا ولاها خبرات عديدة بس فيه الدنيا بتتغير الدنيا بتتغير الدنيا بتتغير منفع عشان نفضل طول الوقت لفين على اتنين تلاتة اربعة وهم قبل كده ما اضفوش فعشان يضيفوا دلوقتي مع التطور ده كله مستحيل فانفكر مش عايز افضل يعني قرمي على اتحاد كله اقولوا انت فاشن وانت ما عملتش وانت ازاي وشايفي مش عايز بيعملوا ايه حنتعامل مع الواقع الناس محترمة تمام الناس محترمة تعامل معهم بهذا الاساس وتبدأ تنصح تبدأ تقول وتبدأ تفكر معاهم سهم عندهم المرون انه يفكروا عندهم المرون انه هم يفكروا ونبدأ نشتغل نقطة كمان مهمة ودي كنت قصرتها في كثير من الحلقات احنا دوري مش قوي يعني ايه دوري مش قوي اوديك المثال عشان بس برضو ما نقولش كلام في العام مين يا جماعة من سنة سنتين كان اهم لاعب في الدوري المصري يعني اللي منقول عليه كوالتي مختلف حريف لاعب غير اللاعبة اللي موجودة في الدوري المصري اشرف بن شرقي بيقول بل اسمعه اشرف بن شرقي كلنا كنا بيقول لا لا قدراته كبيرة وعظيمة جدا فاشرف بن شرقي اللي احنا شايفينه افضل لاعب في الدوري المصري الراجل ده ما كانش موجود مع منتخب المغرب العظيم ده اللي كسب كاس العالم ده يديك مؤشر على ايه ده بيديك مؤشر على ايه انه احسن واحد عندنا احسن محترف بيجينا هو اصلا مش موجود مع منتخب بلد وفي قاس العالم ده دوري مش قوي ده دوري ما بيطلعش او ما بيجذبش لعيبة كبيرة وده اللي الكلمتي في كتير لازم نفتح باب الاستراد زي ما قلت لك من شوية لازم نفتح باب التصدير احنا نخلي اللعيبة تطلع تحترف عايزين كمان لعيبة بكواليتي عالي اللعيبة اللي بكواليتي عالي ده هتعمل لنا اللي حصل مع المنتخب السعودي اللي هو ايه اللي هو لعب محلي بيلعب في الدوري السعودي بس بيحتك بلعبين اجانب في مستوى عالي فهو كمان مستوى بيعلى لكن احنا عايشين هنا وسطينا في بعض او لما بنيجي نجيب محترفين اجانب يجوا الدوري المصري بنجيبهم سيئين جدا فبيقللوا اللعب المصري مش بيزودوه فبيحصل ان احنا بقى عندنا مسابقة ضعيفة وبالتالي ما بتنتجش ما بتنتجش لعيبة تفيد المنتخب لو اعتمدنا يعني على بعض ان كنت يعني مش عايز اعتمد ابدا على الدوري المحالي خالص مفيش لعب مفيش لعب بصراحة ومش هسمي اسمها بقى في دي عشان انتو بنقفش بنجينا ونقفش بس هوا مفيش لعب في الدوري المحلي يقدر يلعب في المستوى اللي شفناه في كاس العالم ده بصراحة ومعليش يعني هحب اللي تحبه في فرقتك بس لما بنيني تكلم على الليفل ده لأ مستوى احنا بعيد اوش فلازم بقى يبقى انو بنتصدر لعيبة وبنستورد لعيبة كبيرة وبشروط يعني مثلا يجي تحد الكرة يقولك ايه والله لو انت هتشتري لعيب اجنبي لازم يكون لعب دولي مع منتخب بلده لو انت هتشتري لعب اجنبي يكون لعب عدد مباريات مع منتخب بلده مش مجرد انو عد على المنتخب وخلاص ونفتح بقى يبقى عندك سبع تمن لعيبة اجانب موجودة في فرقتك يجي حد يقولك ايه اكسرهم يعني كلهم او معظمهم خبراء يعني محترمين وجمال يقولك لا بس احنا لو فتحنا الاستراد ده وبقى عندها لعيبة اجانب كبيرة في الدوري او كتيرة في الدوري المصري هنا المنتخب يتأثر ليه؟ عشان اللاعب المصري كده مش هياخد مكانة في تشكيلة فريقه يا سلام ما احنا بقى انا 30 سنة بنقول نفس الجملة وبنشوفش لاعب مصري بيفيد منتخب مصر في السعودية فيه تمانية ولعبة وعامة اداء جاي 8 محترفين اجانب بيلعبوا في كل فريق في الدوري السعود ولعبة بأداء رائع في المنديال اصلا انت لما هتفتح الاستراد ده تيب لعبة اجانب يعني هيحصل ايه؟ لعبة بتاعتك مستوى هيعلى عشان هتحول تعلى بمستوى انها توصل للعب الاجنابي الموجود دوت فحتى لو قاعد دكة زي ما لعبت السعودية على فكرة نص تشكيلة المنتخب السعودي اللي كذبت لأرجنتين دول بيقعدوا دكة لعبة اجانب في فرقهم ورغم كده هم قدهم مصرات رائعة جدا تدريبات ومباريات وشغل فبيستفيدوا من اللعبة التانية دي دي من جانب من جانب تاني ان انت ساعتها الأندية بقى مش هتمسك في اللاعب بأيديها وسنانها مش هلاقي لعب يعني انا اسف مش لعب كبير او مش لعب عظيم او موهبة كبيرة بيتباع باربعين وخمسين مليون جنيه في مصر ليه؟ عشان ما انت قافل السوق لعرف تستورد واحنا مسكين في بعض هنا عمانين نشوف الموهبة او نص موهبة وكنا نمسك فيها فمنعلي سعر جدا لا انا مابشي اتفع لخمسين مليون في نص موهبة انا روح اجيب موهبة كبيرة والنص موهبة ده لو طلع احترف في نادي صغير في اوروبا وخدت فيه اي فلوس بقى مش مشكلة بدل ما اضع الدكة هكسب ايه انا بقى هكسب ان انا عليت مستوى البطولة المحلية بتاعت ان انا اشتريت لعيب اجنابي بكما كويسة طلعت اللعيب اللي عندي اللي انا كنت فاكره نجم النجوم دوت لنادي يستحقه يعني على مقاسه في نص جدول الدوري السويسري مثلا ولا اليوناني ولا اي حاجة وبدأ هو يتطور في اوروبا فاستفدت بلاعب لمنتخب مصر قعد فترة في اوروبا وانا هنا طورت اللاعب المصري بلعب اجارب بمستويات جيدة دي نقطة نقطة كمان كل اللي فات ده معاه قصة التحكيم التحكيم في المنديال كان فيه اخطاء وكان فيه اعتراضات بعد المباراة مش هو المباراة يا ما كانش فيه خنقات كبيرة بس قليلة ليه قليلة انه بقى فيه تكنولوجيا تكنولوجيا خط المرمى والتسلل وضعت الوقت والفرب بقى بيشتغل بشكل كويس وسريع تكنولوجيا تكنولوجيا دي مش المفروض تتأخر علينا كده كده الاخطاء هتفضل موجودة وكده كده هيفضل اعتراضاتها على التحكيم بس كل ما الاخطاء بتقل كل ما الكورة تبقى أحلى فالاخطاء كانت قليلة في كاس العالم فيه اخطاء فيه اعتراضات بس قليلة فلازم ده يخش عندنا بسرعة آخر حاجة آخر حاجة وأول حاجة آخر حاجة وأول حاجة مفيش كورة حلوة مفيش كورة حلوة من غير ملاعب حلوة يعني لو النجيلة دي مش حلوة لو اللعبة كويسة مش طعف تلعب مش هتظهر مهارتها مش هتعرف تجري فهي أول حاجة وآخر حاجة كل حاجة الملعب الملعب نفسه اللي هنلعب عليك كورة لازم يبالعب كويس يعني في حاجات قد تبدو صغيرة بس هي كبيرة جد صغيرة بالنسبة يعني احنا بنعديها كده بس هي كبيرة جد يقول لك إيه أصلا ولعب حلو هيعرف يلعب على أي ملعب مفيش الكلام ده والدليل إنه لما كان بيجي مثلا فرق سيتلعب معنا هنا حتى في قطر يشتاكوا بعض شوية من الملعب اللعيب الحريف قوي بيبعايز يلعب على سجادة اللعيب اللي بتضرب كويس وبيجري كويس وعايز وحقه وظابط جريته وظابط مهاراته عايز ملعب ونجي له مصطرة سجادة عشان ده تقدير باص يعني أنت بتباصي ما بتشوف كده يقول لي يا على دقة الباص ما دقة الباص يعني ممكن اللعيب اللي في مصر ده ده يكون بيعمل دقة باص زيها بس ما هي نجي لبوزة الكرة ويرايح يدروس بسيطة وفيه أكتر بكتير بس لو اشتغلنا على حاجة حاجة إن شاء الله إن شاء الله نوصل للليفل ده من المستوى